يصباح الخير. اعتمانى دايما ان تكونوا كويسين وبخير. الانهاردة هنهاردة مرأة الاشاسيزكيك. الانهاردة نعمل المانج، بطريقة حلة جدا. مش ادرى قائل بطريقة سهلة جدا. وقوم بالمانجة في منتهى الجميل. الانهاردة بقى هنهاردة مصر Aujourd's 저는 الان حالية الانهاردة بالفريزر꺼 nurse Вرسالة بنفس itís لو انتم اشتريتوا واحدة زي دي يعني واحدة تشيز كيك زي دي اعتقد انها هيكون يعني تمانها غلي جدا اعتقد انها هي تعملوها بكل سهولة سهلة جدا وطعمها في منتاج جميل يلا بنا على طول نبدأ بالفيديو اصلا لو عجبكم فيديو النهاردة من تشوش تحطوا له لايك ولو اول مرة تشوفوا قناة و لسه ما اشتركتوش انزله تحت الفيديو ضغط على كلمة الشراكة باللون الاحمر ويلا بنا نبدأ هنا اول حاجة عملتها جهزت بس السنية السنية اللي انا استخدمتها دي مقاسها 26 لو انتم حابين مقاس يعني حابين التشيز كيك يكون اعلى و مرتفع فممكن هتقلله في مقاس السنية يعني هتستخدموا السنية من مقاس 20 او 22 يعني حسب ما انتم حابين يعني ارتفاع التشيز كيك انا بس دهنت زبدة صغيرة في قاعة السنية وبعد كده فرشتها بوراء زبدة وبس كده دي السنية كده معنا بقى الجهزة نبدأ بقى في اول خطوة وهي الخطوة المهمة اللي هي كراست هنا معي بقى بسكوت ممكن تستخدموا اي بسكوت سيدة موجودة عندكم حتى لو بسكوت ميري فاكرين بسكوت ميري بتاع زمان ممكن نستخدمه في الوصف بتاعت النهاردة اي نوع بسكوت مفيش مشكلة بس اهم حاجة يكون سيدة البسكوت اللي انا استخدمت في الوصفة دي ده اسمه ديجيز ديبو لو موجود متوفر عندكم مش موجود بتستخدموا اي نوع بسكوت سيدة خدت بقى البسكوت دول 300 جرام من البسكوت حطيتهم بقى في الكبه او في المكس بلندر هتتحنوهم كده لغاية يعني ما تلاقوا كده ان البسكوت يتحن معاكم وبقى شبيه للراملة هديب بقى عليهم 150 جرام من الزبدة السايحة عشان بس الزبدة ساعد ان البسكوت يلزق في بعضك وهرجعتين اطراقهم لغاية ما تبصوا تلاقوا ان البسكوت مع الزبدة يتحول كده وبقى شبيه للراملة المجلولة شايفين ده قوامه ده قوام المزبوط بالزبط للبسكوت ناخد بقى البسكوت وهنبتدي بقى نحطه في السنية اللي احنا جاهزناها مهم حيكة لازم السنية اللي احنا سنستخدمها تكون ببطنة كويس بورقة زبدة علشان لما نيجي نطلع الشيس كيك يطلع معانا كده ومنظم وما يبهدلش معانا وما فيش اي حاجة تيقصر منه ولا يبهدل اخدت كده البسكوت وفرشت في البسكوت وبتدي بقى ان احنا نسويه كده ممكن بطهر معلقة او ممكن بسباصلة او ممكن يعني بطبق كده لو عندكم بطهر طبق كده من وتساويه كده لغاية ما تلاقوا ان تساوي وبقى طبق متساوي لجي هنا بقى للمانجا انا يعني لقيت المانجا دي موجودة اللي هي المانجا اسمها ايه انا نسيت اسمها او اللي هي المانجا اللي بتبقى صفرة اللي هي المانجا السكري او ممكن تستخدمه المانجا اللي هي اسمها الزبدية دي كمان بتبقى حلوة وبقى فيها نسبة لحمة من المانجا كتير انا اخدها بقى كده وهنا قطعها حتى لو المانجا مش فرش يعني لو المانجا متخزنة عندكم في الفريزر ما فيش اي مشكلة احنا بس عايزين ان احنا هنضربها بعد كده في الخلاط يعني مش هتفرق معناه كتير سواء فريش او مخزنينها في الفريزة هنا بقى هنيجي المكونات الكريمة معايا 100 جرام من السكر هزود كمان 100 جرام من الشوكولاتة البيضة شوكولاتة البيضة يعني هتدي طعم الكريمة مش هدري اقول لك ادي ايه فعلا هتدي طعم حلو جدا ومعايا كمان 50 مل من كريمة الخفج للحلويات ودي بقى المنجا اللي احنا قطعناها دول حوالي 900 جرام من المنجا كمان هحتاج لعلبتين من الجبنة الكريمة اي نوع جبنة كريمة موجودة عندكم بس هم حاجة يمكن تكون جبنة كريمة بدون ملح يعني الجبنة اللي تستعملوها ما تكونش عليها ملحة خالص واحتاج كمان جيلاتينا يعني هحتاج تقريبا حوالي 10 جرام من جيلاتينا خدت بقى المنجا كده بس شلتي منها كوباية كده على جنب هقول لكم هنحتاجها في ايه في الاخر تربطها كده هوت تدربها في الخلاط او يعني في اي حاجة موجودة عندكم بس هم حاجة تدربها لغاية ما تبقى معاكو زي البوري حطيت بقى الجيلاتينا في مياه عشان يسيح كده لغاية ما نبتد نحضر الكريمة هنا نزلت الاول حاجة بالجبنة في بولا كده هنضرب الجبنة بأي حاجة بفروستا او ممكن بالاسباسلا اهم حاجة بس ان هي الجبنة تتحول معاكو الكريمة وزودت عليهم السكر اللي هو 100 جرام من السكر طول ما انتو شغالين كده وبتقلبوها هتدي هي الجبنة يعني لوحدية هتدي ان هي تسيح واحدة واحدة يعني هبوسط الان هي بتدي تتحول معاكو هتبقى شبيهة كده للزبدة هي الخطوة دي هتاخد معاكو يعني من دقيقة لدقتين يعني ما تستعجلوش هي هتسيح يعني هتسيح معاكو هتبقى شبيهة كده للزبدة هنا بقى هاديف كمان عصيل لمونة كبيرة يعني اللمون اللي تستخدموه لو لمونة حجمها كبير يبقى هنستخدم عصيل لمونة واحدة لو اللمون اللي تستخدموه حجمه صغير يبقى هنستخدم عصيل لمونتين هقل بقى كده كل المكونات دي كلها مع بعض وبعد كده هبتدي ان انا اسيح الشوكولاتة دي دول ميت جرام من الشوكولاتة البيضة دخلتوهم المايكرويف يعني كام ثانية كده وهتسيح معاكو الشوكولاتة البيضة يعني هتسيح معاكو على طول مش محتاجة لحمام بخار ولا اي حاجة وبعد كده اخدت الشوكولاتة دفتها على الكريمة اللي احنا حضرناها هقل بقى كده الشوكولاتة مع الكريمة بالشكل ده وبعد كده زودت عليهم عصير المنجل اللي احنا حضرناه وهقل بقى كده كل المكونات دي كده كلها مع بعض دي كده بقى الكريمة اللي هي الطبق التانية خلاص باقي الجهزة بجد مش هترى اقول لكم فعلا طعمها حكاية طعمها حلو جدا هنا بقى معايا الجيلاتينة خلاص كان يتساعد هدخلها بقى برضو المايكرويف يعني سانية كده لغاية بس ما تسيح وبعد كده هاخدها وادفها على الخليط اللي احنا حضرناه اللي هو خليط المانجو هنا تاني حاجة او اخر حاجة هنحضرها اللي هي الكريمة هنا بقى معي 500 جرام من كريمة الخافج للحلويات هنضربها كده بس عام حاجة مبلغوش يعني في الدرب كتير علشان ما تسحش معيكو وبعد كده خدت الكريمة هديفها بقى مع الخليط اللي احنا حضرناه اللي هو خليط المانجو وهقلب بقى كده كل المكونات دي كلها مع بعض هاخد بقى الخليط دوت وهنزل بيه هصبه فوق طبقة البسكوت اللي احنا حضرناها في الاول انتوا ممكن تستكفو بالخطوة دي خلاص يعني يعني في خطوة اتنى احنا هنعملها بس انتوا لو حابين تستكفو بالخطوة دي خلاص يعني خلاص بقى كده تشيز كيك بقى جاهز هناخد بقى نحط دخله التلاجة وبعد كده هنحضر اللي هي اخر طبقة ودي طبقة اختيارية لو انت حابين اللي هي طبقة الجيلي معايا كوبية والنص كده من كوبية الكوبية والنص من بوري المانجا وكمان معايا اربع معالق من السكر وزودت كمان معاهم اربع معالق من المياه وهحطوهم بقى على النار لغاية ما يغلي وبعد كده اخر حاجة هزودها معاهم اللي هي الجيلاتينة هبتدت تغلي اول ما تغلي هنزل بالجيلاتينة الجيلاتينة دي برضو انا قد تم دوبها في مياه قبلها وبعد كده والخليط وهو سخن هنزله من على النور وهو سخن هنضيف معي عليه الجيلاتينة الجيلاتينة هتسيح مع درجة حرارة الخليط هنا بقى تشيز كيك تلعم التلاجة وبقى يعني سيقع وخلاص بقى آآ متماسك وده كمان اخر طبقة اللي هي طبقة الجيلي اهم حاجة نصبها وهي برده علشان ما تسيحش معانا طبقة الكريمة وابتدي بقى نوزع الجيلي كده هوت في السينية وهنرجعتين ندخله التلاجة عشان برده بقى تشيلي تكون متماسكة وابتدي بقى ان احنا نسلكه كده بالراحة وابتدي بقى اهم حاجة يعني نسلك كده بالراحة علشان التشيز كيك يطلع كده ومنظم ومرتب وما فيش اي حاجة تبهدل منه ولا يكاستر يعني ابتدي بقى نزينه انا كان قطعت كده صغيرة كده من المانجا وكان معي عندي كمان كريز يعني حطيك كم واحدة كده وبس كده شكلها وده الفينيش الاخير ايه رأيكم بقى مش هدرب كده اقول لكم قدي ايه هي فعلا طعمها جميل لازم تجربوها سواء بقى عندوكم ايه مانجا فريش او عندوكم ايه مانجا مخزنينها في الفريزر ايه في الحالتين هتنفع وهتديكم نفس الطعم بكد طعمها جميل لازم تجربوها اتمنى بقى ان يكون فيديو النهاردة يكون عجبكم اهم حاجة ما تسويش اللايك وشير واشتراكم على خير وبي باي